أهلا وسهلا ومرحبا بجميع الأصدقاء دائما على قناتكم شروحات ستلايت في هذا الفيديو سنحاول فحص مكون مهم في المستقبل الرقمي الذي تشاهدون هنا ألا وهو منفذ الـ LNP كما تشاهدون هنا منفذ دخول كابل الـ LNP الذي يأسيه من سطح المنزل هذا المنفذ فهو مهم بطبيعة حمل أجل استقبال الإشارة يعني سوف نقوم بفحصيه هل هو يعمل بالشكل الجيد أم لا بطبيعة الحال يعني قد تصل في بعض الأحيان لا تجد إشارة بطبيعة الحال على جهازك وتريد تأكد هل الكابل هو الذي فيه مشكل أم الجهاز بطبيعة الحال أنك طريقة سهلة وبسيطة فابقى معي ها قد عدت إليكم أصدقائي الأفاضل كما تشاهدون سوف نحتاج إلى أداة الملتيمتر كما تشاهدون أو متعدد القياز فهو رخيص الثمن كما تشاهدون هذا هو شكل الآن لا تباع بـ 8-2 دولارات فقط فهي لفحص المركبات الإلكترونية هناك الأدوات المتطوعة منها لكن نحن سوف نقوم باستعمال فقط الأداة الصغيرة يعني ولا يهمنا فحص المركبات الأخرى فقط يهمنا فحص التوتر أو التيار كما تشاهدون فقط هنا نجد DC Volt وهنا نجد EC Volt كما تشاهدون هنا يعني هنا التيار المستمر في الـ DC وهنا نجد EC يعني نجد فيها التيار الذي يوجد في المنازل كما تشاهدون هنا 750V 200V كما تشاهدون هنا وهنا يعني هذا الجزء لا يهمنا ما يهمنا هو DC Volt كما تشاهدون أو التيار المستمر الذي يكون في البطاريات والمحاولات وما إلى ذلك المهم سوف تقوم بالذهاب إلى هنا إلى المنافذ أيضا سوف تقوم بتركيب هذه الكابلات على هذا الشكل الـ COM أو المنفذ الأرضي يعني كما تشاهدون منفذ الـ COM أو المنفذ الذي تقابل هذه الكتابة فهو المنفذ الأرضي سوف تقوم بوضع الأسود عليه وهنا نجد الفولت الأوم وما إلى ذلك كما تشاهد هنا يعني هذا هو مكان الفحص القطبة الموجب سوف نضعه هكذا كما تشاهدون أصدقائنا فضل والآن ماذا سنفعل سوف نذهب إلى المستقبل الرقمي الخاص بنا كما تشاهدون أصدقائي الأفاضل نحن الآن أمام شاشة التلفزيون بطبيعة الحال أنت سوف تكون في منزلك جميع الأمور بجانبك المستقبل الرقمي مربوط مع التلفاز إضافة إلى جهاز الملتيمتر وهذا الجهاز يمكنك شراءه كما قلت لكم بـ 2 دولارات وهو متوفر بأغلب الدول سوف ندخل إلى إعدادات الهوائي بطبيعة الحال كما تشاهدون نقف على أي قمر على المستقبل الرقمي كما قلنا ننتأكد هل المستقبل الرقمي يعمل بالشكل الجيد ماذا سنفعل سوف نقوم بالوقوف على تردد مثلا هذا التردد الذي تشاهدون الآن 11512 عمودي معدل الترميز 27500 كما تشاهدون هذا تردد عمودي وبالنسبة لتغذية الـ LNB كما تشاهدون هنا يعني الجهاز يقوم بتغذية الـ LNB من أجل استقبال الإشارة بطبيعة الحال يقوم بتغذية المركبات الإلكترونية المتواجدة على اللاقط من أجل استقبال الإشارة يعني عندما يقوم الجهاز بتغذية اللاقط فهو يصدر تيار تيار يخرج ويدهب إلى اللاقط عن طريق الكابل هذا التيار فهو يكون يأما 13 فولت أو 18 فولت في أغلب المستقبلات الرقمية كما هو واضح هنا 13 و 18 في هذا الجهاز مكتوب هذه القيمة أما في الأجهزة الأخرى يعني دائما هذه القيمة في التردد العمودي يعطيك الجهاز 13 فولت يلزمه تيار 13 فولت أما بالنسبة للأفق يلزمه تيار 18 فولت كيف سنفعل لقياس هذا الشيء؟ سوف نقوم مثلا بالوقوف على هذا التردد العمودي كما تشاهدون على أي قمر ليس شرط أن يكون النيزة سوف نقوم بتبديل القمر لا يهمون نختار تردد عمودي كما تشاهدون يعني هذا الآن تردد عمودي ماذا سنفعل؟ سوف نقوم بأخذ الجهاز الخاص بنا سوف نضع أداة هنا أولا سوف نقوم بتعديل الأداة يعني كما قلنا يعني تيارة 13 إلى حدود 18 سوف نقوم بتدوير المؤشر هنا إلى 20 فولت يعني 20 فولت فهي قيمة مناسبة لفحص التيار يعني 20 فولت فهي أكبر من 18 يمكننا تركها هكذا ثم سنضع هذا هكذا نتمنى أن يكون ظاهر على الشاشة هكذا أفضل إذن أصدقائي الأفاضل بعد تعديل الأداة على 20 فولت كما تشاهدون المؤشر على 20 هنا في الديسي فولت تركز دائما سوف نضع الأداة هنا وراقب هنا القيام التي ستظهر معنا في شاشة العرض سوف نأخذ المستقبل الرقمي الخاص بنا ثم نضع القطب السالب الذي يخرج من الملتيمتر على هنا يعني على هذه المنطقة العازلة أو القطب السالب كما تشاهد هنا سوف أقوم بإضاح الأمر جيدا كما تشاهد ثم نأخذ القطب الموجب السلك الأحمر نضعه في التقب في التقب الـ LNB كما تشاهد الآن سنشاهد الطرد التيار 13 فولت فاصلة 35 كما تشاهد هنا على شاشة على شاشة الملتيمتر كما تشاهد من هنا نتأكد أن المستقبل الرقمي يعمل بشكل جيد وليس هناك أي عطل على مستوى الإشارة يعني في بعض الحين قد تجد يعني التيار يتأرجح من صفر تسعة سبعة ستة يعني ليس تابت فاعلمه أن هناك خلال في المستقبل الرقمي الخاص بك ويجب استبدال تيونر الآن كما تشاهد بعد أن قمنا بفحص التردد العمودي كما تشاهد أعطانا قيمة 13 فوق يعني كل أمور جيدة الآن سوف أقوم بتحويل إلى تردد أفوقي سوف نصعد إلى هنا هذا تردد أفوقي لاحظ معي سوف تتغير القيمة شاهد قمت بالتبديل تغيرت القيمة إلى 18 وإن عدت إلى العمودي سوف تنزل إلى 13 وإن ذهبنا إلى الأفوقي سوف تصعد إلى 18 يعني كما تشاهد فإن جميع الأمور هي تعمل بالشكل الجيد على أي ريسيفر كما قلت يجب أن تجد هذه القيم 13 في العمودي و 18 في الأفوقي يعني كانت هذه طريقة فحص المستقبل الرقمي بكل سهولة وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله